السلام عليكم شباب استكمال الموضوعات في الباور سيستم بروتيكشن هنناقش مع بعض في الجزء ده بعض المصطلحات اللي قد يكون بها لابس عند بعضكم متعلقة بالريليز زي ايه هو المقصود بالبيكاب كرنت والمقصود بالكرانت سيتينجز او البلاك سيتينجز ملتيبلاير والبلاك سيتينجز واخيرا نتطيّم ملتيبلاير سيتينجز خلايا نبدأ الكلام بايه هو المقصود بالبيكاب كرانت البيكاب قرنت هو طيار التشغيل للريلي والمفروض انه بيساوي اقصى قيمة لطيار التشغيل وليكن مثلا عندي حملي بيسحب اقصى حملي ليه 100 امبير يبقى الميت امبير ده هو طيار البيكاب ولو انت بتسمح بتحميل اضافي اذا يجب اضافته لطيار البيكاب على سبيل المثال لو انا طيار الحمل الكامل عندي او الاقصى 100 امبير وسمحت بتحميل مقداره 10% فاذا قيمة طيار البيكاب الجديدة المفروض انه تبقى 110 امبير وليس 100 امبير المصطلح التاني هو عادة المراحل مقسم لعدد من البيكاب بيختلف حسب هو موظف لانهي عملية او نوع من انواع الاعطال اللي هو بيوقيه منها زي مثلا الرلي المستخدم لوقاية الاوجه زي سري او ده عادة غالبا بيكون بيتراوح البلاك سيتنجز بتاعهم من خمسين لامتين ومقسم تقريبا على سبع ستيبس حين ان المراحل الوقاية من الاعطال اللي بتتضمن الارضي زي حساسيته بتكون اعلى وغالبا بيبقى البلاك سيتنجز بيتراوح من عشر لاربعين في المية العلامة المقاوية يا شباب بترجع للعلاقة الرياضية للبلاك سيتنجز حيث انه بيساوي البيك اوب كرانت ريفيرت لتو ريلي سيركيت مقسومة على الريتت كرانت اوفزا سي تي سي تي ساكنداري مضروف في مية لو خدنا على سبيل المثال طيار البيك اوب بيساوي مية وعشرة امبير زي ما ذكرنا في المثال السابق وافترضنا ان انا عندي سي تي الريشي بتاعته 200 على 5 اذا من العلاقة السابقة نقدر نقول ان قيمة البلاك سيتنجز للريلي هي عبارة عن المية وعشرة مضروبين في خمسة على متين اللي هي نسبة التحويل من الدايرة بتاعة الباور لدايرة الرلي مقسومة على خمسة مضروبة في مية اللي هي تساوي مية وعشرة على متين مضروبة في مية اللي هي هتساوي خمسة وخمسين في المية لو انت جيت خدت الخمسة وخمسين في المية دي وربطتها بالكلام اللي قلناه من فوق ان الرلي للفيز اوفر كارنت رلي متقسم على سبع بلاكز من خمسين لامتين وانت هنا تجاوزت الخمسين فالستيب اللي بعد منها هتبقى خمسة وسبعين يبقى قيمة البلاك سيتنجز في الحالة دي للريلي اللي بيقي الفيز هتبقى خمسة وسبعين في المية ثالثا البلاغ سيتنجز ملتبلاير بيشير البلاك سيتنجز ملتبلاير لنسبة بين طيار الفولت كارنت وطيار البيكاب كما هو وضح رياضيا بالمعادلة الانية كلا الطيارين ممكن ينسيبوا من دايرة الكوة او دايرة الرلي ولو احنا حبينا نعبر عن البلاك سيتنجز ملتبلاير في دايرة الرلي فالعلاقة السابقة هتاخد الشكل. ماسوم على مضروف بتاع الرلي. لو انا حبينا ندي مثال عشان نأكد على المفهوم ده. تعال نكمل على المثال اللي احنا فرضناه سابقا. لو انا افترضت في المثال السابق اللي انا زبط بتاعه على خمسة وسبعين اه في المية. وكانت قيمة طيار البيك مية وعشرة. وكان فيه طيار فولت مقداره الف امب. في العلاقة الاولينية هيبقى عندي قيمة طيار الفولت زي ما اتفعنا هيبقى الف امبير. في حين انه قيمة هيبقى الميتين امبير اللي هو بتاع 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 سيتي. مضروف في الخمسة وسبعين من مية اللي هو اللي هي تطلع بمية وخمسين. يطلع هنا الرقم بستة بوينت سيكس سيفن. اه دي قيمة لو انا جيت عوضت في القانون اللي تحت يبقى انا هحول قيمة الطيار الالف امبير لدائرة السكندري بتاعت الرلي يبقى انا عندي الالف مضروف في خمسة علامتين قيمة اللي انا حددته وتحت مقسومة على طيار السكندري اللي هو خمسة مضروف اللي هو خمسة وسبعين من مية يطلع برضك بستة بوينت سيكس سيفن. دي قيمة في كلا الحالتين. سواء استخدمة الطيار اللي موجود في دائرة او الطيار الموجود في دائرة الرلي. او الطيار الموجود في دائرة الرلي. او وعلشان نفهم المقصود بالطايم فلازم تتذكر ان زمان تشغيل الرلي مرتبط بمعاملين اساسيين. المعاملين دول هم طول المسافة اللي هيقطعها علشان يقفل دائرة بتاعت الرلي. والمعامل التاني اللي هو سرعة الجزء المتحرك اللي هو في تخضية المسافة الفصلة ما بين والفكس كونتاك. ضبط زمن التشغيل يا شباب للرلي بيتم من خلال تعديل قيم المعاملين دول. تعديل قيمة مسافة الترحال للجزء المتحرك من الرلي بيعرف بالتايم سيتنجز او اختصارا بالتي ام اس. وبيعاير اه من صفر لواحد بخطوة مقدارة خمسة مية ساكن. لكن ضبط لواحده غير كافي عشان تحدد زمن التشغيل بتاع الرلي. لا تنسى ان انا لسه قايل من شوية انه بيعتمد كمان على السرعة اللي بيتحرك بها الموفيبول كونتاكت. السرعة دي مرتبطة بقيمة الطيار اللي هيمر في دائرة الرلي. وده طبيعي. لان انا عارفين ان سرعة الفصل بتاعت الرلي زي ما هو كمان موضح من الشكل قدامك. بتقل كلما زاد طيار الفولت. طيار الفولت اللي ماشي في دائرة الرلي لو احنا سبتنا تي ام اس هيعتمد بشكل اساسي زمن التشغيل على قيمة اللي موجودة على الاكس اكسس. في حين ان الواي اكسس طبعا هيبقى هو الزمن لمين? للريلي. فكلما قيمة زادت عند قيمة سابتة للتي ام اس فاللي هيحصل ان قيمة زمن التشغيل المفروض ان هي تقل. عشان نفهم الموضوع دوا بشكل كويس فتعال افترض معايا ان انا عندي عمل بلاك سيتنجز ملتبلاير قيمته بتساوي عشرة. في حين ان بتساوي واحد. معناها ان بتساوي واحد معناها ان المسافة الفصلة ما بين بتعري ليه. والفيكسة كونتاكت لما ينتقص منها اي شيء. كاملة. في الحالة قيمة طيار الفولت. لو قعتوا على قيمة زمن التشغيل لطيار الفولت اللي عمل بي اس ام بعشرة هتساوي قد ايه? لو اعتقى على الفجر زي ما انا عملت هتلاقي ان اللي كنتوا بتساوي عشرة هيخلي اه زمن تشغيل المقدر بتلاتة ده لما كانت بتساوي واحد. لكن لو انا خليت قيمة التي ام اس بتساوي اه عشرة في المية. معناها ان انا قلصت المسافة من مية في المية لعشرة في المية. فده معناه ان زمن التشغيل الجديد بتاع ريلي تي هيبقى بكام? هيبقى بواحد من عشرة مضروف في التلاتة يطلع بتلاتة من عشرة سكن. لو انا جيت ربطت الكلام دوا بالفجر اللي موجود قدامك ايه النتيجة? بالزبط نفس النتيجة اللي انا كنت بقول لك عليها من شوية واللي احنا وصلنا لها بالحساب. ان قيمة الزمن التشغيل الجديد بعد اما خدنا التي ام اس بواحد من عشرة اي المسافة قلصناها لعشرة في المية بس. زمن التشغيل كان تلاتة من عشرة اه سكن. وده يا شباب المقصود بالطايم ملتبلاير سيتنجز او الطايم سيتنجز ان جنرال. اه اتمنى تكون استوعبت المصطلحات الاساسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.